اهلا وسهلا بكم في اولى حلقات برنامج الحياة مع حنان عواد انا المهندس حنان عواد استشاري ادارة اعمال وادارة مشروعات مصرية كندية اتخرجت من كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم الهندسة الميكانيكية حصلت على درجة الماجستير في ادارة الاعمال وقيادة الشركات من جامعة ليبر بول في بريطانيا ودرجة الماجستير في التخطيط من جامعة واترلو في كندا بالاضافة لده طبعا معايا شهادات معتمدة في ادارة المشاريع والجودة وتطقيق انظمة الادارة البيئي اشتغلت في عدد من الجهات الحكومية في القطاع الخاص في المجال الاكاديمي وحاليا اشغل منصب المدير التنفيذي للمجلس الكندي لنشر الثقافة والعلوم ورئيس شركة كوربريتا كونسالتينج شركة استشارات ادارية كندية وعضو هيئة تدريس في كلية كونستوجا الكندية ونائب الرئيس لشؤون البحث التطبيقي في جامعة وينسور الامريكية انا مؤمنة جدا بكلمة قالها ستيف جوبس قال وقتك محدود ما تضيعوش في حياة شخص اخر في البرنامج ده انا عايزة اشارككم المعارف والخبرات اللي حصلت عليها والنصايح وبعض الحيل والاستراتيجيات اللي تعلمتها من شغلي في مجال الاستشارات وطبعا ده يعني اكتر من 20 سنة بس مش اقول لكم عندي كم سنة شاغفي الحقيقي ان احنا كلنا نتعلم ازاي نحسن كل جانب من جوانب حياتنا وازاي نتعامل مع التحديات اللي بنقابلها بطريقة استراتيجية ازاي نتعلم ان احنا نقسم اي مشكلة بنواجهها لمكوناتها الاصلية ونتوصل لطريقة منهجية فريدة للتعامل مع المشكلات دي للأسف الحياة حوالينا مليئة بالتحديات عشان كده لازم كل واحد فينا يستخدم كل سلاح يمتلكه وموجود في ترسانتنا الحياتية علشان نواجه التحديات والمشكلات والعراقيل دي وما نسمح لهاش ان هي تعرق لمسرتنا نحو حياة مبهجة مليئة بالنجاحات والانجازات في برنامج الحياة مع حنان عواد هدفي الاساسي اننا نتعلم ازاي ننمي مهاراتنا ونستخدم المهارات دي في التغلب على تحديات الحياة وكل واحد فينا يستكشف ازاي ممكن يحدد حياته ويرسمها ويخطط لها بطريقة بتعتمد على نظرته الخاصة للنجاح وبشكل يخلق سعادة خاصة وفق مخطط خاص ومنظوره هو للحياة الافضل طبعا انا متحمسة جدا جدا اني اكون معاكم واتمنى انتم تكونوا متحمسين زي لهذه الرحلة في الحلقة الاولى من البرنامج حبيت ان يكون الموضوع المحوري للحلقة هو ازاي نعرف انفسنا كقادة طبعا احنا يعني كل واحد فينا قائد كل واحدة فينا قائدة حتى ولو احنا لا نشغل منصب قيادي لكن احنا في حياتنا الخاصة او في حياتنا العملية نحن قادة على الاقل على الاقل بنقود انفسنا وطبعا في ضغوط مستمرة حوالينا عشان نحسن اداءنا نحسن اداء العمل اللي احنا فيه نحسن الاسرة اللي احنا منتمين لها نحسن اي وحدة اجتماعية احنا منتمين لها ويعني بشكل عام استراتيجيات ادارة التغيير اللي بنتعلمها في ادارة الاعمال وادارة المشاريع مصدر هائل للمعلومات اللي ممكن تمكننا ان احنا مش نغير بس شغلنا او مؤسساتنا نغير كمان انفسنا ونغير اثارنا ونغير الدوائر الاجتماعية اللي احنا لينا تأثير عليها خدوا بالكم ان فيه نهجين فيه التغيير التغيير الراديكال اللي هو المفاجئ او التغيير القوي والتغيير التدريجي انا شخصيا اميل للتغيير التدريجي اللي فيه بنجري تحسينات تدريجية على اداءنا مع الوقت ومع المدى الطويل بتزيد فعاليتنا بيزيد اداءنا بتتغير شخصياتنا بشكل احسن لكن التغيير مش سهل وده شيء يعني اعتقد ان الجميع يؤكدوا ان التغيير مش شكل خاصة لو احنا بنهدف لتغيير عميق طويل المدى علشان كده مثلا في علوم القيادة فيه في مفهوم القيادة التحويلية او الترانسفورميشنال ليدرشيب ان احنا بنستخدم مهارات القيادة علشان نحول وضع من يعني اداءه اللي هو يعني مستوى مش قد كده الى مستوى اعلى من الاداء ومش بس كده انه يكون يعني اداء محسن ومستدام يعني مش مجرد يومين او اسبوعين وخلاص فاول خطوة اول خطوة هو ان احنا لازم نعرف انفسنا وهنا اذكر يعني كيس دايما موجودة في كتب الادارة عن لو جيرسنر رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة اي بي ام طبعا يعني اي بي ام معروفة عن التعريف يعني غنية عن التعريف الشركة العملاقة دي في فترة من الفترات في عام 2002 كانت خلاص على حفة الافلاس مش قدريني يكمل ولكن رئيس مجلس الادارة ده قدر ان هو يغير الوضع ده وعمل كتاب لطيف اوي عنوانه لطيف اوي بيقول من يقول ان الفيلة لا تستطيع الرقص مين اللي بيقول ان الفيلة لما تعرفش ترقص في الكتاب بتاعه بيتكلم ان اللي مكنه من انه يعني يعني يغير مستقبل الشركة تماما هو انه ركز اوي 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 على تشكيل ثقافة المنظمة او المؤسسة او الشركة اللي هو بيعملها وبيقول ان الثقافة هي اهم مسئوليات القيادة واحنا كقادة سواء لانفسنا او للاخرين لازم نركز على تغيير الثقافة الاول وده حيخلينا نطور من الاوضاع اللي احنا فيها واول خطوة لده هو ان احنا نركز على الوعي الذاتي ليه بقى؟ لان الميول الطبيعية والتفضيلات الشخصية عند كل واحد فينا بتأثر على تعامله مع المحيطين بيه وبتأثر على المواقف اللي هو بيكون فيها وردود افعالنا في هذه المواقف فلازم جدا جدا ان احنا نفهم انفسنا طبعا من الادوات اللي انا بستخدمها في الموضوع ده سواء بتعامل مع نفسي او بتعامل مع فريق العمل اللي انا بقوده او العمل اللي انا بيستعينوا بي لتحسين اداء الشركات بتاعتهم هو مايرز بريكس وده اداء معتمدة ومعروفة ومطورة بتعرف كل شخص فينا ايه هو او ايه هي تفضيلاته الشخصية وهذه الاداة قسمت القادة لاربع انماط فيه نمط قيادي بيعتمد على التعاون وده بيخلق جوه من التعاون والعمل الجماعي والمشركة ونحن نحل المشكلات مع بعض ونفكر مع بعض وفيه نمط تاني بيسموه النمط الملهم يعني ان احنا نلهم ونشجع الناس اللي حوالينا ونساعدهم انهم يعرفوا ايه اللي مطلوب منهم ايه هدفهم في الحياة ويحسوا بمعنى لحياتهم ودي يعني هذا النمط الناس اللي هي بتتحلى بهذا النمط تلاقيهم دايما بيركزوا على الامور الايجابية بيركزوا على التحديات والنجاح والمشركة والتأدير والتخطيط والتطوير وازاي الواحد يحفز نفسه وازاي ان الواحد يلهم الاخرين من حوالي النمط التالت بيركز على الانجاز برضو في بعض العناصر الايجابية لكنه بيركز اكتر على الاكتشاف على النتائج على التميز على المنفسة على الامتياز والنمط الاخير بقى بيسموه القيادة المتسقة يعني ده بيحاول ان يكون فيه تناغم فيه توحيد في المكان فيه متابعة فيه قياس للأداء كل الناس بتتبع نفس النظام كل الناس بتعمل نفس الحاجات وطبعا يعني لو كل واحد فينا فكر في نفسه وحيلاقي انه ممكن يكون يعني بيجمع بين اكثر من نمط وفي الاغلب انه ممكن يكون عندنا نمط معين للقيادة في مواقف معينة ونمط معين للقيادة في مواقف اخرى على سبيل المثال انا مثلا جوجة وام وفي نفس الوقت بدرس في الجامعة في نفس الوقت مثلا عندي شركتي اللي بقدرها ممكن تلاقيني كقائدة في بيتي ليه نمط معين ممكن اكون بركز مثلا على النمط الملهم اني احاول احفز اولادي اني احاول ادربهم اطورهم اركز على التحديات والمشاركة والتأدير ممكن تلاقيني مثلا في عملي النمط القيادي اللي عندي بيركز على الانجاز المنافسة الابتكار ازاي نكون متميزين ازاي نحقق النتائج ازاي نحقق مبيعات ممكن يكون مثلا في علاقتي بزوجي بركز اكتر على النمط القيادي المتسق عايزة يكون فيه تناغم فيه انسجام فيه توحيد للأفكار والأهداف لما بنفكر في حياتنا والأدوار اللي بنلعبها اللي هي الأدوار المختلفة اللي بنلعبها في كل موقف نقدر نشوف يا ترى انا هنا ايه نمط القيادة اللي عندي وطبعا لما يعني نصل لدرجة ان احنا ندمج الانماط دي كلها مع بعض ده طبعا بيكون قمة النجاح ناخد من النمط الاول الالهام مثلا ان احنا نخلق معتقدات قوية افكار متنغمة نأكد على القيم المشتركة الاحتياجات المشتركة المساعدة وناخد مثلا من نمط التعاون ازاي ان احنا نشجع بعض ازاي ان احنا نساعد بعض ازاي ان احنا نحقق اهداف مشتركة وناخد مثلا من نمط الانجاز مثلا ازاي نحفز الناس انهم يعلوا من مستويات اداءهم ازاي نحفز اولادنا انهم يعني يطمحوا للاحسن والافضل ويحققوا التميز والكلام ده كله ولما اعرف نفسي واعرف ايه هي الاختلافات الفطرية الطبيعية اللي بين اسلوبي واسلوب الناس اللي حوالي اللي انا بتعامل معاهم هعرف ازاي اقدر يعني اغير هذا النمط وهذا الاسلوب بحيث انه يتوائم مع الموقف اللي انا عايش فيه او اللي انا موجود فيه واقدر اتعامل مع الاخرين واقدر افهم ازاي هم بيحصلوا على الطاقة مقابل ما انا بحصل على الطاقة فيه ناس انبساطيين بيحبوا يتكلموا فيه ناس انتوائيين الكلام مع الاخرين بيرهقهم كمان ازاي بنحصل على المعلومات يا ترى بعتمد على الحدث اني يعني اللي هو ما حاكى في الصدر الشعور ولا الاستشعار الاستشعار اللي هو اني كاني عندي مجسات بتلمس كل حاجة حوالي وبتاخد معلومات وبتأكد واشوف الارقام واشوف الحقائق واشوف الدلائل كمان ازاي انا باخد قراراتي والاخرين بياخدوا قراراتهم فيه ناس بتاخد قراراتها معتمد على التفكير والمنطق والتحليل فيه ناس بتاخد قراراتها بناء على الشعور مشاعرها ومشاعر الاخرين كمان ازاي انا بتعامل مع العالم الخارجي وغيري بيتعامل مع العالم الخارجي فيه ناس اللي هما يعني بيحبوا كل شيء منظم كل شيء وفق بلان وخطة واصول وفيه ناس بتبقى ماشية بالادراك يعني بتاخد خطوة خطوة وتبني خطتها قصيرة المدى وفيه ناس عندها خطة طويلة المدى طبعا التفضيلات دي هي اللي بتخلي كل واحد فينا مختلف عن الآخرين وان نمط القيادة اللي انا بتحلى بيه بيختلف عن نمط القيادة اللي بيتحلى بيها شخص آخر علشان كده النهاردة دعوة مني ان كل واحد فينا يعرف نفسه ويفهم نفسه ويفهم تفضيلاته الشخصية ويفهم ميوله الطبيعية وافهم تأثير هذه التفضيلات والميول الطبيعية على الدوائر الاجتماعية اللي انا عضوي فيها ودوري ايه في كل دائرة ساعدت جدا جدا بوجودي معاكم واتمنى ان الكلام اللي انا قلته يكون مفيد وان شاء الله يقابلكم في الحلقة الجاية من الحياة مع حنان عواد